السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 6 من الفصل السابع سنتناول سبائك الماغنيزيوم والبريليوم الماغنيزيوم اللوي إن سبائك الماغنيزيوم يمكن أن تستخدم فيه الـ AeroSpace Application أي في التطبيقات الفضائية والـ High Speed Machinery أي في المكينات التي تستخدم سرعات عالية في الترانسوبرتيشن في النقل والماتيريال هاندلينج اكيوبمنت أما البريليوم فيمكن أن تستخدم الـ Internal Guiding System وذلك لأن في هذه الجزئية نحتاج Elastic Deformation Minimum أي تشكيل مرن قليل أما الثانية Structure Grades to use in Aerospace Application تستخدم أيضا في التطبيقات الفضائية واستخدم أيضا في التطبيقات النووية Nuclear Application وتأخذ سفاتها من كونها Transparency and Electromagnetic Radiation أما عيوب استخدام البريليوم فهو يعتبر Expensive غالي Brittle Hash حتى أننا كنا من السابق أننا نستخدمه في الـ Internal Guiding System لأنه لديه Elastic Deformation قليل Reactive أي أنه نشط كيميائيا ويمكن أن يتفاعل مع عناصر كثيرة الأمر الأخير وهو توكسي أي أنه سام ترجمة نانسي قنقر